ويجب عزاء لصديق عزيز وهو حماد السعودي حماد السعودي الحقيقة كان بيمر بفترة مرحلة إسراء مع المرض وفترة حرجة جدا ويمكن كمان يعني للصدف إن كان دكتور أحمد ثابت زميلنا هنا في قناة النادي الآلي هو كان أحد الأطباء المشرفين على علاجه في المستشفى ولكن وفاته المنية بالأمس طبعا عمل حالة كبيرة على السوشيال ميديا حالة حزن طبعا بنقوله البقاء لله وربنا يغفر له ويرحمه وكمان يصبر أهله أعتقد فارس كان حماد جزء مؤثر مبارح في السوشيال ميديا بعد خبر وفاته ربنا يرحمه يا أحمد وممكن ناس كتير جدا من اللي بتفرجوا علينا من خارج السوشيال ميديا ما يعرفوش حماد السعودي ولكن من أهم أسباب ودوافع البرنامج ده إنه حلقة ربط حماد السعودي وناس كتير جدا بيحبوا الأهلي وبيعشقوا الأهلي النادي الأهلي مش نجومه بس لعبين مش نجومه بس إداريين حتى جمهور النادي الأهلي نجومه فكرة عائلة النادي الأهلي اللي الأهلي بيحرص عليها دلوقتي بقت موجودة دلوقتي أكتر من أي وقت مضى ترجمة نانسي قنقر